تستعد كنيسة المهد لقداس عيد الميلاد بمدينة بيت لحم مهد المسيح بمشاركة شعبية ورسمية وحشود من الزائرين تستقبل مدينة بيت لحم عيد الميلاد هذا العام بهدوء دون أضواء احتفالات ودون شجرة عيد الميلاد المعتادة والتي تعلو فوق ساحة المهد بعد أن قرر المسؤولون التخلي عن الاحتفالات بسبب العضوان الإسرائيلية على غزة تعد كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم كانت الأولى بين الكنائس الثلاثة التي بناها الإمبراطور قسطنطين مطلع القرن الرابع الميلادي